اشتركوا في القناة ومعروفة كذبا بالفاطبية على مصر ذكرنا ان هناك بعض حركات المعارضة التي تثبت ان الشعب المصري لم يكن راضيا عن وجود الدولة العبيدية وعن فكر المذهب الشيعي في ربوع مصر وكنا ذكرنا ان في حركة معارضة خرجت من محافظة الدقالية عن طريق وادي البشمور المدينة اللي هي تابعة لمركز دي كيرنس وكنا ذكرنا ان دي كانت بقيادة تبري الإخشيدي وانحنا كنا نبهنا ان دخول الدولة العبيدية الشيعية الى مصر من اسبابه كان حالة التظاهر الاقتصادي الشديدة جدا التي كان يعاني منها المصريون اثناء الحكم الإخشيدي ويهتبري الإخشيدي قام بحركة معارضة لكنها فشلت ثم قام اهل تنيس ناحية بور سعيد ايضا بترضي الوالي الفاطمي الشيعي سنة تلتمية وستين هجريا في الحقيقة تعددت حركات المعارضة المصرية التي قام بها الشعب المصري مكافحا اه ضد الدولة العبيدية الشيعية اه لما دخل جوهر السقلي سنة تلتمية تمانية وخمسين اه مصر واستطاع ان يسيطر على مدينة الفستاط اه والقاهرة اه كان معا قبائل مختلفة يعني كان معا قبائل ككتامة وازويلة والسقالبة اه دي قبائل عربية وكان معا اه بعض طواقف من البربر وهؤلاء عاشوا وحدثت بينهم وبين الشعب المصري بعض المشاكل يعني لم يستطع العبيديون ان يديروا الدولة الخليط من الجنسيات والثقافات المختلفة كان محتاج ادارة لكن الدولة العبيدية فشلت في ان تدير الدولة ولذلك هلأ ان في مصادمات حدثت بين يعني بعض المصريين وبين اه المغاربة وبين غيرهم المصادمات دي كانت بسبب تعدي بعض القبائل التي دخلت مع الدولة العبيدية على المصريين يعني حصلت مصادمات اه وصدامات وقعت سنة 361 و362 و363 اه بين المغاربة وبين المصريين وقام المغاربة بعمليات سلب ونهب لاموال المصريين اه طبعا الدولة العبيدية كما ذكرت فشلت في ان تدير المنظومة المجتمعية ده عندك مجتمع نصري سني وعندك فيه جزء معاك شيعي وعندك جنسيات مختلفة عندك ناس من المغرب وعندك ناس من البربر وعنده قبائل عربية وعندك الشعب النصري اللي انت جيت عليه ده كم محتاجة عقلية تستطيع ان تجعل هذا يعني كنسيج واحد في المجتمع لكن فشلت الدولة العبيدية الفاطمية في ان تدير الدولة في يعني عهدها ولذلك استمرت يعني المصادمات ووقعت المصادمات في مدينة الفستات وفي مدينة تنيس وغيرهما من المدن بسبب عدم يعني نجاح الدولة في ادارة المجتمع كذلك وقعت بعض المصادمات وقام ما يعرب بحمزة بن سعلام الكتامي حمزة بن سعلام الكتامي قام بحركة معارضة سنة 368 حمزة ذا كان بيتولى وليد اسوان كان هو الوالي على مدينة اسوان وبعدين فجأة قام حمزة بحركة معارضة يعتارد على الحكم الشيعي واراد ان يستقل عن الخلافة العباسية لكن في النهاية يعني تم القبض على حمزة الكتامي وقتله الشيعة كذلك سنة 385 كان في حركة معارضة يخضها حمدان الاسيوطي حمدان الاسيوطي في اسيوط وتم اسر حمدان وتم نقله الى القاهرة وللأسف الشديد ايضا فشلت هذه الحركة كانت هناك محاولة لخلع الحاكم الحاكم ده حد كان بيعاني من الطرابات نفسية يعني الحاكم بامر الله جمهور المؤرخين على انه كان غير مستقر نفسيا حد عنده الطرابات نفسية فعلا ولذلك كان يعني يأمر بالامر وعكسه في آن واحد فكان فيه محاولة لخلع الحاكم سنة 392 هجريا خرج عبدالأعلى ابن الامير هاشم ابن منصور مع جماعة ميدا الأمراء الفاطميين واتحدوا مع بعض المصريين وعقدوا اجتماعا في مدينة القاهرة واتفقوا على ان يقوموا بخلع الحاكم من منصب الحكم والخلافة لكنهم فشلوا كان فيه بعض حركات معارضة في مكة كان عندنا في المغرب في برقة كان عندنا في بلاد الشام تعددت حركات المعارضة في المساحات الشاسعة التي سيطرت عليها الدولة الفاطمية وده دليل واضح جدا الروايات التاريخية اللي ذكرت هذه الحركات التي كانت تعارض الفكر الشيعي وتعارض المنهج وتعارض النظام الشيعي الذي كان يسيطر دليل على عدم رضا الشعوب عن وجود الدولة العبيدية الشيعية والمعروفة بالفاطمية عندنا في حركة معارضة استمرت 16 سنة تبتخيل حركة معارضة في فلسطين بانوا الجراح في فلسطين قاموا بحركة معارضة استمرت من سنة 388 هجريا لـ 404 هجريا وانتقلت بعد ذلك الحركة إلى مدينة سور في لبنان مدينة سور في لبنان كان عندنا حركة معارضة بقيادة علاقة الملاح علاقة الملاح قام بحركة معارضة أيضا في لبنان في أرض الشام ضد الدولة العبيدية يعني مش المصريين بس لا ده احنا عندنا كل الأراضي التي سيطرت عليها الدولة الفاطمية قامت بحركات معارضة كذلك قام أهل السنة في مصر بحركة معارضة دفاعا عن الشريعة ودفاعا على العقيدة ودفاعا عن المنهج السني الذي يعني عاش عليه المصريون لسنوات طويلة منذ أن دخل عمرو بن العاص رضي الله عنه إلى مصر سنة 396 هجريا قامت حركات معارضة في مدينة القاهرة وبسبب أن الحاكم أصدر عدة قرارات تتعارض مع منهج أهل السنة والجماعة تعصب للمذهب الشيعي وألغى صلاة الترويح وتم إلغاء صلاة الضحى والأذان كانوا يقولون حي على خير العمل ويقولون أيضا أن محمدا وعاليا هما خير البشر التغيرات التي أحدثها العبيد يوم في مصر تسببت في قيام بعض احراكات المعارضة التي كانت تعارض الدولة العبيدية الفاطمية تم القبض على مجموعة وضربوا وسجنوا لأنهم كانوا يصلون صلاة الضحى تم القبض على مجموعة لماذا كانوا يصلون صلاة الضحى هذه دولة فاشلة لذلك انتهت هذه الدولة سرعان ما انتهت مع المساحات الشاسعة التي حكمتها الدولة العبيدية الفاطمية لكن للأسف الشديد هؤلاء سعوا في الأرض فسادا والعياذ بالله ولذلك يعني احنا بنقول عنوين بس كل حركة معارضة من لنا ذكرتها لحضرتك دي موضوع كبير دي بتبقى مبحث في كتب التاريخ احنا بنتكلم بس عن اسم قائد حركة المعارضة وعن العام الذي خركت فيه الحركة ولماذا خرجت هذه الحركة نستكمل بمشيئة الله تبارك وتعالى في حلقة اخرى ما احدثه المصريون ضد الدولة العبيدية الفاطمية مشاهدين الكرام دمتم في امان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة